احنا كده غالبا خلصنا كل الاسئلة اه في سؤال اخر سؤال بقى زي اقنع مريض الاكتئاب ان ياخد علاج دوائي الاكتئاب قبل العلاج النفسي كتير من الاهل كمان بيرفضوا العلاج الدوائي اه ما هي دي بص دي مشكلة على فكرة المشكلة دي موجودة في كل حتة يعني موجودة في كندا بس مع ان الناس عندها يعني توعية كفاية ان الدواء مهم بس فيه ناس كتير يقول لك لا انا مش هاخد الدواء ده مش بس في الاكتئاب والحاجات دي حتى دواء الكوليسترول يقول لك مش هاخد دواء الكوليسترول ومش ااخد دواء ضغط عندي ضغط لا 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 يععم معرفش الكيميكالز دي والفرماسيوتيكالز دي الحاجات الكيميائية دي فيها ايه يا عم لا انا مش ااخد ادوية ففيه ناس كتير بتبقى ضد العلاج الدوائي انا شايف ان الدواء يعني انت يعني انا شايف ازاي ان نقنعه احنا بنعرض له بص افهمه لازم اشرح يعني ما هو مريض اكتئاب افهمه الاكتئاب دي بيحصل ليه واسبابه ايه وان احنا فيه كذا نظرية لعرض اسباب الاكتئاب وفيه الحاجات اللي هي كيميكالز او فيه حاجات اللي هي كوجنيتف واشرح له الجزء يعني ايه اكتئاب فهو يحس يصق فيه انا فاهم يعني ايه اكتئاب تفنى فنشرح المرض كويس تفنى واقول له انواع العلاج والله اللي عندنا كذا 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 وان احسن دراسات بتقول ان احنا لما بتدخل العلاج النفسي مع العلاج الدوائي ده بيبقى اقوى نتيجة وان احنا لو جربنا الدواء وانت مستريحتش ممكن نبطله وانحنا الدواء بندخله بالتدريج وبنسحبه بالتدريج واقول له ان احنا الاعراض الجنبية بتاعت الادوية هي ممكن تكون كذا وكذا وكذا ونثبتها كذا يعني هي فيه اعراض جنبية بس انها تحصل يعني او ندرك انها تحصل فانا كل ما بتفهم كل ما المريض بيبقى بيسمع اكتر ويقتنع اكتر ان انت ماشي على طريق الصحة انما اللي هو ايه انت عندك اكتئاب قد الدواء ده ويقول لك لا دواء ايه عموز يعني ازاي اصلا انا زمان حتى وانا لسه طريب في طب ازاي يعني اخد دواء يبسطني يعني انا دلوقتي ارفان وكره نفسي ومكتعد وكره عشتي اخد دواء ازاي يبسطني يعني اطنعني يعني ما دي يعني الانبساط ده انا ده قرار مني الانبساط قرار مني قرار نفسي مش دواء هو اللي هيبسطني مش دواء هيبطل التفكير الكارسي مش دواء هيبطل التفكير مش دواء هيخليني مش اخصانش الاحداث قوي بس هو طبعا مع مع الشرح الوافي للمريض هو بقى بيبدأ يقتنع ان ايه ده انا النظرة السودوية للحياة دي واحساسي بالفشل ده مش بس هو البيئة اللي حواليه اللي عامل لي كده لا ده انا فعلا في حاجة ما خلياني كيميائية خلياني شايف السلبي ومش شايف الايجابي في حياتي اللي هو التعريف الاكتئاب هو بالتجربة تعالى ناخد الدواء يا عم ونجرب ونشوف اتفقنا يا شباب شكرا يا نادية وشكرا من الوضع ان انت مهتمية بالمرضى بتوعك انا انبسطت معاكو احنا بقى مش بقى موجودين يوم الخميس هننوقف هنا انا هشوف الكورس ايه اللي هنبدأه وحددله معادي وحطه لكم اعلان في اليوتيوب وعلى الفيسبوك برده او لما نقوم